أول ما يحصى من عمل في الأخرى بل خير الزادي ثاني أركان الإسلام أوجبها مولانا الهادي أوجبها مولانا الهادي هي أفضل عمل في الدنيا برد من حر الأكباد صلة بالمولى ولقاء للروح أتت بالإسعاد آخر ما أوصى سيدنا أحمد بالأفضل إرشادي فلزم صلواتك كي تسعد وتنفذ في الأخرى برشادي بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آلي وأصحابي أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا برحمتك أرحم الراحمين نمضي وإياكم في برنامج الصلاة الصلاة سبحان الله هذا آخر يوم من أيام الترويح نحن بلشنا بالبرنامج في ليل رمضان كان يوم جمعة واليوم الحلقة ثلاثين وهكذا يمضي رمضان وتمضي أيامه وتمضي أيام الدنيا ونسأل الله عز وجل أن نكون قد استفدنا والإنسان يجب أن يكرر سماع الدروس ليش الله كرر ذكر آيات قصة موسى وفرعون آدم عليه السلام والشيطان ذكرنا فبأي آلاء ربكما تكذبان الحياة صاخبة الإنسان عم ينسى الله يجعلنا من عباده المقبولين أختم هذا اليوم وأختم هذا البرنامج الجميل بأن الصلاة رزق من أعظم عطايا الله عز وجل لأمة النبي عليه الصلاة والسلام هي هدية الصلاة هي هدية السماء للأرض هي هدية النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة كل العبادات فرضت في الأرض إلا الصلاة فرضت في السماء والصلاة هي الرئة التي نتنفس بها إذا أردت أن تعرف قيمة الصلاة لن تعرف حقيقة قيمتها إلا في العشر الأواخر من رمضان عندما تكثر من صلاة الليل وتصف نفسك وتلامس أنوار الله شغاف قلبك فعندها لن تشعر بجسدك ولن تشعر بالدنيا كلها أنت مع الله فقط هي الرزق نحن الصلاة اللي عم نصليها والله أخوانا الكرام يعني مثل اللي عم يرفع السيارة تبعه مشان يصلحها وبعدين عم يدور الدولاب عم يدور بحياتك ما بتصل لا ترطوس ولا لحمص إذا ما نزلتها إذا ما صفت هذه القلوب ألا صحيح الصلاة نؤجر بها بركوعها وبسجودها يوم القيامة ولكن هي رزق لنا في الدنيا لأنها تعطينا أعظم سعادة وهي الطمأنينة الطمأنينة شو الإنسان الإنسان بيتفع حق ألا عم يحاولوا الناس يعني أنه بيروح بتسيران بيحاول أنه بالأكل بالشرب أنه يشعر حاله أنه ميز لن تشعر بأنك متميز إلا إذا وقفت مع الله عز وجل تناجي لا عز وجل مر معنا كثير من الأحاديث ولكن من أجمل الأحاديث ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها هدول لا تظنوا ركعتين الصباح هدول السنة السنة أفضل من الدنيا وما فيها لذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء في حديث ابن عمر قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله قاله قطع هلا قديش الواحد مصيبته إذا كان يعني خسر خسارة مالية قديش صيبة كبيرة إذا واحد حاطت مليارات أو لا سمح الله صار عنده حريق اللي بتفوته وصلاة أخوانا الكرام بعد رمضان أنا بدي أنه يشوف الإنسان هلا كل سنة هيك منحكم نحنا بس ما كنا نطلع على نتيجة يعني المشكلة أنه نحن مأمورين بالدعوة ومأمورين بالوعظ والإرشاد لكن بدي شوف أنا شو النتيجة هلا معقول كما دخلوا منها خرجوا معقول لني كلها الناس شوف حالك أنه أنت مثلا كنت ما عم تصلي حتصلي طيب كنت عم تصلي حتصلي صلاة الذاكرين الشباب اللي شوفوا لي المشرفين هدول اللي فوق عود أنت وياه عود يوه فأنا بحب أنه الأطفال يجوا بس من فوق سنة ثمانية لأنه فوق سنة ثامنة بتعلم تحت سنة ثمانية يعني كان على صلاة المغرب في أخ جاي معه اثنين من الأولاد فنحنا عم نصلي صلاة المغرب واني عم تلو خدونا على الحديقة وعالقليب والجعيسو بنسروا أكتر خلص خلص مو صلوا يعني كما أنت يعني بدك أنت صل خلص خدونا ما حيعرف هذا كل إنما الحياة والدنيا لعب من من سن اتنين لسن السبع سنين بعدين له دوله بعدين زينة صير بدو شعراته ومتلاقي عمي لمعون وظبت حاله واي بعدين تفاخرون صير الأب الأبني المحامي لفلان والدكتور لفلان كمثل غيث أعجب الكفار نباته كفار يعني زرع لأنه يخفي الثمرة تحت ولا كلمة كافر يعني ما أظن أنه كلمة كافر هي كلمة إله سيكي سبحان الله سوى قوله الكافر الذي يخفي شيء الله عز وجل يجعلنا من المؤمنين فقال الذي تفوته صلاة العصري كأنما وتر أهله وماله بدنا بعد رمضان شوف نعمل استبيان عم تفوتك شيء صلوات شو استفدت يعني هلا واحد إذا قال طلع على أميركا أو على أوروبا أو مثلا على مكان ودرس ست سنين بعدين قالوا ما أعطوه شهادة وشو كنت عم تساوي شهر كامل عم نعزب حاننا بصيام وبقيام نوقف وإمام ترويح والصلاة الصلاة وفعلم أنه لا إله إلا الله وتلك الجنة وكل هالشغل هاد آخر شيء يا لطيف قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا فكر حاله أنه يعني صوروا أن الواحد يشوف حاله أنه عنده سيارة بعدين آخر شيء أمه تقول له أوم على المدرسة طلعا عم يشوف منام نحن هاي حقيقة أخوانا الأكارم لذلك من أراد سعة أو سعة الرزق فعليه بالصلاة حتى الرزق المادي شون فكرين لا إله إلا الله تجلب الأرزاق والله والله لما كنا مؤمنين في أخب الأزمة قال له شلون قال لي والله أنا أحسن من غيري بمئة ألف مرة مؤمن ملتزم الرزق المادي والمعنوي في الصلاة بهي الصلاة موصيتي لكم لا هي وصية النبي وأنا اخترت البرنامج وسميته الصلاة الصلاة والنبي كان يلفظ أنفاسه الأخيرة وهو يخرج من الدنيا ويوصي أمته أنت إذا أبوك يخرج من الدنيا وقال لك دير بالك على جارنا فلان فلاني إنتما شفته تقول له أنت وصية الوالد فوصية النبي الصلاة لا تضيعوها ونأتي إلى العيد وعلى أكل وشرب وسفق وطرق هي راحة الصلاة وين كنت تصلي بجامع لالا باشا والشيخ عم يحكي ما استفدنا شي تكتمسك الورقة والألم وترجع على دروس اليوتيوب بعد الفجر أحسن ما نعود نضيع وقت نتصفح ونشوف مباريات ونشوف الضحك وهذا لا أريد أن أحكي أنا لا أحب الدرس أحكي شخصين الأمور عود سمع نحن أيام الواحد من أول مرة لم ينتبه ثاني مرة لم ينتبه جوز كان الإمام الشافعي شايفين الشباب قديش يعملوننا مشاكل يعني أنا أريد منكم لما أريد نخيل اللي يسمعونا بره بأوروبا وهي يعني كل واحد منكم لحاله مشرف لعود لأنه أخواننا الكرام سبحان الله ما لكم النبي عيسو السلام بديت يطلع يحكي عن ليلة القدر فتلاحى رجلا يعني يعني يكون الواحد يصل لمرتبة تجي على الجامع معك كاسة المي قدام منك لا تروح ولا تجي صلاة الترويح صلاة استثنائية بكل المخيص سأحكي لكم شغلة يعني بجوز أنتم ما بتعرفوها نحن لما نصلي الترويح تمام يعني هذا علم بده الواحد ليصل له فتر يعني خبرة والواحد ما بيأخذ خبرة قبل 15 سنة سألوا كل اللي يشغلوا بالاختصاصات القاضي ليصير مستشار بده 15 سنة عم تقرى مثلا جزء جزء شوي أول واحدة النغم اللي انت عم تقرى فيه نغم عن نغم يفرق ما بين السماء والأرض في نغم طبعا علم الأنغام هذا علم صعب في في صبا وفي نهوند وفي عجم وفي بيات وفي سيجا وفي حجاز وفي رصد تمام حتى نعلمكم قليلا في مقامات الأفلة تبعها صعبة يعني كل آية أريد أن أفلة لكي نتوقف عليها في مضع عارض للسكون وفي مدود في أنغام تمشي مع الإنسان النغمة قصة والطبقة قصة هذه بسموه دوري ميفا صور هذا يعني ملازم مو هون القصة أنا أخذت المقام وعمل نشتغل فيه بيجي واحد بيرن موبايل على غنية الإنسان يلي بيعرف بهالقصص إذنه بتلقوا الضغرين تلاقيني هلا أنا من ركعة للركعة بسبب برنة موبايل قلبت معي هاي الكترونية تعا نزل الطبقة شغلة مو سهلة لأن أنا يعني هلا الواحد لما عم يصلي الصلوات يعني إن شاء الله بتصيروا أئمة وبينجبر بخاطركن أصعب من الحفظ أنه أنت تعرف واحد ولا اتنين ركعة أولى ولا تانية هاي لحالة علم هاي لحالة علم هلا بيجي الواحد تصلي أول ركعتين وتانية ركعتين وتالية ركعتين بجوز تخر بيط فهذا كله سببه لما بيصير إنه طفل أو هادر موبايل بيعمل بيعمل يعني حالة من عدم الصفاء فرجلان تلاحى أمام الرسول صلى الله عليه وسلم جاي يحكي لهم عن ليت الأدر أمره في عم إن شاء الله ربي ببارك فيكم أعرف إنه مو كل الأولاد يعني ورشين فيه بس أولاد يعني سبحان الله يعني فيه أولاد من نوع خاص والله الله يكي الله الله يهدي بالنا الظروفنا صعبة يعني يعني ضمن هالظروف يعني الولاد لازم لازموا حديقة لازموا ما وين مسكين محبوس بالبيت بجوان بفلتو أحسنتهم بالجامع يقول له بابا روح عد روح روح هنيك يمكن كمان يعطي الموبايل هلا نحن جايين نعلم كون بس أنا بزعا لأنه بطلع عن الدرس شوي خوانا اللي قاعدين ببيوتهم يعني مالون هني بهالمشهد لأنتم عم تشوفوا بعض كون هني شايفين إلي بس يعني هي كمان مشكلة الصلاة الصلاة وصية النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الأم إن شاء الله يعني من بتعهد الله أولو نعاهد الله ونحن في بيت الله في آخر شهر رمضان أن نكون من الذين هم على صلواتهم يحافظون ما استطعنا إلى ذلك سبيلا شاء الله رب عز وجل يدخلكم الجنة من باب أهل الصلاة لأنه كل عبادة والشباب اللي بيأصير دائما إذن سيتا اذكرها ونالهم للإخوان الكرام ثلاثة أربعة خميس جمعة بجامعة للباشا في درس صلاة الفجر أم الناس سبحان الله اليوم خلصنا صلاة الفجر ودرسنا وعلى 24 وقدينا الرسالة طلعنا على باب الجامع سبحان الله عملتك أم يعني تفركش يعني هيك سبحان الله صار معي شوية يعني ما لحسنا نمشي عليها قلت سبحان الله أنا قلت في الإنسان قول أنه طلعنا من رمضان إن شاء الله مغفورين قلت لهم صفيان كان كم زند أم من حملتهم القدم فالواحد ما يعرف بعد ساعة بعد ساعة أسأل الله عز وجل أن يتقبل منها هل الليلة هي ليلة من ليالي رمضان نظام الليلة نظام إحياء ليلة من ليالي رمضان عدتين ونص أما بكرة لا يوجد ترويح بكرة بس نصلي العشاء بمعيد كن يعني هي كمان نختم رمضان يعني كنوا صايمين ما تصلوا العشاء يعني هي ما كنت عم تصحبون أنتو بس بشان بشان الترويح مجي من صلي على بعض ونحاكي ونحاكونا الليلة ليلة العيد بكرة نبدأ إن شاء الله في الساعة الثالثة والربع موتين ونص لأن نحن نصلي أربع ركع تسبيح مع دعاء بيكون لا في سحور يعني ولا في من صلي الفجر و يعني إن شاء الله واللي بدا يبقى لصلاة العيد وينتهي المشوار أسأل الله عز وجل إنه يتأبل منا ومنكم لا شك ولا ريب إنه يلي يلي أعاننا في شهر رمضان هو الله والله أعيد عم كنت عم أفكير لك شوفي يا أخوان نحن نحسن نقرأ نحن نحن نحسن كنا كنا كنصلي فيكن سباع عشرين صفحة سباع عشرين يعني يمرون بردا وسلامة والله لأي لي والله بإلاك والله يعني خلص خلص فيش رمضان بس لما أنت تقرر تستطيع أن تفعل عجائب وصلنا أكثر من سباع عجائب يوم وصلنا لتنين وثلاثين مع الفجر لو كمان ما فعلنا هيك بالعشر الأواخر لاستطاع الناس أن يأتوا إلى التهجد لذلك دائما اسمعوا كلمتي أنا لكم ناصحون أمين سنكمل العشرين والمعروف بتمامه كان فيني لكم صليت مان وهي لكن هيك جميل رمضان والله شغلة غريبة العالم العربي والإسلامي الآن رسالة بأفغانستان بكرة العيد وشغلة غريبة شغلة غريبة يعني لك لماذا بكرة العيد لك بالأردن لسه عندهم اليوم اليوم 28 بكرة يعني هنا إذا تكمل مع سبحان الله هذا هذا من من فقدان عنصر الحكمة عند الناس الأمر أمر صرنا نحن تكنولوجيا مع في تجي تقلي هلأ عم استنى كان يطلع يشوف إنت بد يفطر خلاص في تكنولوجيا أنت تعرف هلأ في عاصفة لك تجي هذا علم تكون راكب بالطيارة بإلك بائي تسعة وخمسين دقيقة للوصول إلى المحضة تسعة وخمسين تسعة وخمسين علم ألم الفلاك نسأل الله القبول شاء الله كل عام أنتم بخير رمضان شاء الله الله يتأبل بكرة أكثر اللهم تسلم منا متقبل هاي تدبو لالله بصلاة بدعائك بقيامك بليلة القدر هاي كون مجل اثنين هاي ربطين ومعطرين ورمضان وعفلت الزنبركة هلا بدأش الناس هاد بديروح اللادئية وهادا على الترطوس وهادا روح بس أنا أنا مني ممكن هذا الواحد بعد ما يطلع من العملية لون بيروح نقاها نقاها بعيد عن الناس لش هلأ شو بصير مع الناس بعد ما يخلصوا الصيام ثلاث أيام سأل دكاترة الهضمية قلي فاتهم بالثلاثين هوا أصلا مو فايتون شي الحمد لله عندنا أمة بتشهي بتشهي إيه قلي فاتهم بتلاثين يوم بيطلع بي ثلاث يام تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام أول ما يحصى من عمل في الأخرى بل خير الزادي ثاني أركان الإسلام أوجبها مولانا الهادي أوجبها مولانا الهادي هي أفضل عمل في الدنيا برد من حر الأكباد صلة بالمولى ولقاء للروح أتت بالإسعاد آخر ما أوصى سيدنا أحمد بالأفضل إرشادي فلزم صلواتك كي تسعد وتفض في الأخرى برشادي ترجمة نانسي قنقر